نتكلم أكتر عن مجريات اليوم الحقيقة ومبارح كمان والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عشان كده خلونا نرحب بيها الأستاذة محمود باسيوني الكاتب الصحفي أستاذ محمود تحياتي لحضرك تحياتي أستاذة آية وتحاتيت كل مشاهدين إيه رأيك نبدأ من المشهد اللي احنا لسه كنا بنتابعوا دلوقتي حي الأصمرات وبيطلبوا بمد التصويت ده دلالته إيه حي الأصمرات طبعا ليه خصوصية شديدة انت عارف يعني في تقديري هو ده أهم مشهد من مشاهد العملاء الانتخابات في المرحلة التانية في تقديري الشخصي لأنه حي الأصمرات طبعا كلنا عارفين أنه هو كان حي جديد يعني سكن فيه أهلينا اللي كانوا سكنين في العشوئات الخطرة واللي اتنقلوا للمنطقة دي واللي ربما ما كانوش بيشاركوا قبل كده في انتخابات بالمناسبة يعني لا أظن أنهما كانوا من المشاركين ولكن وجودهم في الأصمرات والاهتمام الكبير للدولة ليهم دههم مش بس الحماية الاجتماعية ولكن كمان التمكين السياسي احنا دلوقتي قدام مشهد تمكين سياسي لناس ربما ما كانوش بيشاركوا في الانتخابات قبل كده وربما ما كانش بيبقى ليهم صوت انتخابي وربما ما شاركوش في العملية السياسية من قبل لكن النهاردة الدولة المصرية دولة 30 يونيو قداتهم الفرصة أنه هم يكونوا في هذا المشهد اللي بنشوفه دلوقتي وأنه يكون عنده وعي سياسي بالمشاركة في العملية الانتخابية وأنه يذهب في الساعات الأخيرة حتى من التصويت ويبقى عنده هذه الرغبة في أنه هو يشارك في العملية الانتخابية ويبقى ليه صوت فأنا تصور ان ده مشهد من مشهد التمكين السياسي المهمة جدا اللي ربما ما بتكررش كتير في دول بنشوفها حوالينا لكن الدولة المصرية قدرت أنها تحقق المعادلة المهمة دي والصعبة دي في توقيت مهم جدا أنها تدي للمواطن المصري اللي كان مهمش في سنوات طويلة جدا سياسيا أنه يكون ليه فرصة النهاردة أنه يشارك في أهم استحقاق قانوني ودستوري بتمر بالدولة المصرية طيب أستاذ محمود خلينا نتكلم بقى يعني الخطوات تمت على خير الحمد لله وربنا يعني يتمم النتيجة في المرحلة التانية بشكل كده زي ما شفنا في المرحلة الأولى لكن خلينا نتكلم في ما بعد هذه الخطوات ما هو المنتظر من مجلس النواب بشكله الجديد والشكل الجديد ده يمكن مش تعبير من عندي على قدر ما هو تعبير من الشارع المصري دايما بيبقى فيه رغبة وتعويل كبير جدا واعتماد على مجلس النواب اللي جاي بشكل كبير جدا فيه قوانين جديدة فيه بعض الأفكار في بعض المتطلبات ايه اللي مطلوب من مجلس النواب؟ طيب خلينا أقول لحضرتك في البداية أن احنا قدام تجربة ديمقراطية حقيقية بتقدمها الدولة المصرية للمنطقة بشكل عام وده يمكن السبب في أنه فيه اهتمام دولي كبير جدا بالانتخابات المصرية وما ستصفر عنه هذه الانتخابات خاصة في مجلس النواب وهذه التجربة الديمقراطية هي قائمة على فكرة التعددية والتنوع اللي حاصل دلوقتي واللي ظاهر فيه مشهدين المشهد الأول القيمة الوطنية وما تم الاتفاق يعني خلاله أنه يبقى فيه تمكين للأحزاب السياسية اللي ربما كان من الصعب أنها تشارك في انتخابات البرلمان وأنها تفوز بمقاعد حقيقية أن يكون عندها فرصة في الأربع سنوات دولي أنهم يقدموا نفسهم مرة أخرى للناس ونصر وأن يبقى عندهم فرصة أنهم يكتشفوا نفسهم في داخل البرلمان وفي عمل السياسي حقيقي هذه الأحزاب ربما كان البعض يراها في الماضي يعني أنها أحزاب معطلة أحزاب يعني ليس لها تواجد في الشارع ليس لديها قدرة على الممارسة السياسية لكن القائمة الوطنية والحوار الوطني اللي حصل فيها بيدي مؤشر أنه هذا البرلمان سيكون متنوعا وسيكون فيه ربما مساحة كمان للمعارضة السياسية الوطنية ودي مهمة جدا المعارضة الإيجابية المعارضة الإيجابية اللي هي قررت أنها تشارك فيه بعض هذه الأحزاب كانت من الناس اللي بتتكلم على المقطعة فيه سنوات سابقة ولكن الآن بنراها تشارك في العمل السياسي بشكل فاعل بشكل فيه عملية سياسية حقيقية في سنوات سابقة وفي تجارب أخرى ما كانوش بياخدوا هذه الحقوق على الإطلاق يعني يمكن لأول مرة هذه الأحزاب تشارك بهذا العدد المقدر داخل القائمة ويبقى موجود في هذا البرلمان هذا التنوع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار المصري موجود فعلى المستوى حتى الفردي بنشوف أنه لأول مرة مرأة تفوز من المرحلة الأولى وهنا احنا نتكلمش بقى على تمكين في قائمة أو تمكين بالقانون في قائمة ده هنا الفردي ومنافسة تبقى بين سيدات هتبقى هنشوفها في إعادة المرحلة الأولى اتنين سيدات بيتنفسوا مع بعض على مقعد في انتخابات فردية وده مؤشرات أنا بتصور أنها مؤشرات جديدة محتاجة دراسة مهمة جدا على إلى أي مدى هذه الانتخابات نجحت في أنها تقدم الناس اللي كانوا بيتمكنوا بقانون لا النهاردة بيممكنوا بالتصويت الشعبي وبالمشاركة الوسعة اللي شفناها الحاجة الثانية هي فكرة الانتخابات العادلة والنزيهة أنه تدير الدولة المصرية هذه الانتخابات بكل المعايير الدولية للنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية من أول وجود الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وهي هي مستقلة والقضايا كلهم على الحياد إلى أن نصل إلى هذه المشاركة الوسعة أنه يبقى عندنا على أكتر من مقعد فيه 40 أو 50 مرشح موجودين على مقعد واحد ودي أنا بشوفها مسألة مهمة جدا فيه مسألة المشاركة السياسية والبناء العمل الديمقراطي في مصر أن أنت بقى عندك تجربة ديمقراطية حقيقية بتديرها هيئة مستقلة ومحايدة تبقى فيها هذه المشاركة اللي هي أصلا جزء منها رئيسي فكرة ثقة المواطن المصري في صوته أنه صوته سيذهب وربما نحن نرى دلوقتي على الشاشة على الهواء مباشرة مشهد فرز الأصوات هنا العملية كلها بتتم بهذا الشكل الشفاف والنزيه تماما الذي يمنع أي تلاعب أو أي تصور من الأصوات الماضية لا وفي بعثة دولية وفي إعلام دولي كمان بعثات دولية ومتابعة دولية وإعلام دولي يتابع وكل هذه الأشياء أتصور أنها بتدي ثقة في العملية الديمقراطية المصرية اللي ربما ودي مسألة مهمة جدا أنه احنا بندير العملية الديمقراطية لأول مرة في هذه المنطقة دون وجود العناصر الجماعة الإرهابية اللي كانت كثيرا من مراكز الأبحاث تقدمها على اعتبارها أنها بديل ديمقراطي أو أنها بديل أو معارضة ديمقراطية احنا هنا بندير المسألة دون تماما في عدم وجودهم وبين برامج سياسية وأحزاب سياسية حقيقية تتنافس مع بعض زي ما بنشوف هذا المشهد أنه فيه منافسة حزبية والمنافسة الحزبية اللي كانت السبب فيها أنه هناك أحزاب كل منهم يريد أن يحصل على المقعد الفردي وفي نفس الوقت يكون ليه دور مؤثر داخل هذا البرلمان فهذه المنافسة الحزبية اللي هي بعيدة تماما والديمقراطية اللي هي بعيدة تماما عن موجود هذه الجماعة الفاشية هي درس للمنطقة أنه هما ليسوا بديلا ديمقراطيا وأن البدالة الديمقراطية لدى الشعب المصري أنه يفرز قياداته الحزبية والسياسية ونخبه السياسية الجديدة بشكل مباشر من أحزاب لديها برامج سياسية وموجودة على أساس وطني وليس على أساس جماعة فاشية الجميع يعرفها الآن في هذه المنطقة ومصنفة ولم تكن أبدا في أي لحظة من اللحظات بديلا ديمقراطيا لأي أحد